اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا معاشر المؤمنين والمؤمنات إن هذا العيد وهذا اليوم العظيم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم عظيم وورد ذلك الاسم في كتاب الله عز وجل وقف نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم وهو في حجة الوداع فاستقبل الناس وجمعهم كما في الحديث الصحيح وسألهم سؤالا أراد من وراء هذا السؤال أن يظهر للمسلمين مكانة هذا اليوم العظيم وَأَقْصِدُ يَوْمَ عِيدِ الْعَضْحَا وَأَقْصَدُ يَوْمَعُ حَرْكِيعُونَ وَأَقْصَدُ يَوْمَعُ حَرْكُمُونَ المترجم للغاية 100.000 musulmans il leur adressa une question en disant nous sommes quels jours aujourd'hui ils l'ont dit c'est le jour de l'immolation c'est le jour du sacrifice c'est le jour du sacrifice c'est le jour du grand pèlerinage 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 c'est le jour du 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 pèlerinage سنوات عندما تكفة مرة أخرى الأنبياء تحصف الهادن المفاومات السنوات والمقاطعين كانوا في عرفة ويسرسوا النوات على مصدر إفا بعد المنزل سنوات على منا إلى أطلق الأطلق إلى أولاده إلى أطلق الأطلق إلى أمكا إلى أتصالق أو قطعة وإذاً راديم أطلق بين سافا و المعروى C'est pour vous montrer que le pèlerinage peut être résumé en grande partie en ce jour de l'île فأكثروا أعمال الحجي تؤدي في هذا اليوم لذلك سنناه القرآن وسنناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحجي الأكبر أحباب الكرام تأملوا جيدا إلى معنى من المعالي التي سأذكرها لهذا اليوم Il y a un sens et une dimension que nous devons rappeler chaque fois à l'occasion du jour du sacrifice هذا اليوم يأتي كتنجين لذلك سنناه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك سنناه النبي صلى الله عليه وسلم سنناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تأملنا لو وجدنا هذه العشر تختصر لنا قصة الحيات كلها toute l'histoire de la vie est si bas et la vie dans le delà peut être résumée en ces dix premiers jours de ذلك حجة لو أردنا أن نصور الحياة الدنيا كلها وما يأتي بعدها من حياة آخرة وأخرى نختصرها في عشرة أيام من ذلك كيف ذلك عشرة أيام يقضيها المسلمون في كل أرجاء الدنيا في أعمال الصالحة يبدلون بالخير والشر والصيام والصدقة والذكر وقراءة القرآن والحج والعمرة وما فيهنا من أعمال الخير والبر كما لا يخفى عليكم وعلى أنثالكم من الأفعال كل مسلمة في الأرض أجل من الأفعال يقضيون ببعاة أمثال عمل وأن أعمال أعطني أعمال أعطني أفعال أسرع أعطني أجل أعطني أجل أعطني أفعال وأنه قلقني في الأداء كيفذلك الله أطعنا أعطني المشادي الله أطعنا أجل 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 لعين لك где في ليع increasingly one giving God 년 لك شركνnych قبل الكثير من بعد cada Trust في أنك تساعد في تحس留 أنك تavenir في Cherry أصلكم إنني تقدم إيض Behavior أخي تتية تتوى النموح تعمل والناس الذي أزفقه لنساء يتوقع لا يشارك في العمل وفي Greens 10 يسأتي تخفه لنظر اليه يتفت웃 وقتك تنزع لهم جيود resultedعاً يصبع سلامه اليه سنة اخرى سنحن على سمسيطه سنحن علاً حتى مكتبه وفي معاني وفي سواغ ونسألتها ونسألتها لأنه يومي تختمها اليوم بأعمال إضافية من ذكرين وتكبيرين والصلاة للعيد والسماع للخطبة والتزاورين وإهداء وصنقة من أضحيتك إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات هذه كأنها صورة مصغرة للحياة الدنيا والآخرة اليوم يلبسك الله التاج اليوم يوم الحج الأكبر الله يلبسك تاجا تاجا عظيما يعطيك جائزة تفرحوا فيها مع الإخوانيك تفرحوا فيها مع المسلمين تفرحوا فيها مع المسلمين أنتcipچا الله تعsome أي Однако أجل اليوم أنت ممنين تط suburban هذا اليوم لا يجوزوني مسلمين اليوم اليوم aujourd'hui تنبغي لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في منا منادي ينالي le prophète عليه الصلاة والسلام a envoyé un homme ou des hommes sur le territoire de منا aujourd'hui et il dit il annonce aux gens ينالي منا يقولون لهم قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا هذه الأيام إنها أيام أكل وشرمن وذكرين لله تعالى لا تصوموا هذه الأيام لا تصوموا هذه الأيام لا تصوموا هذه الأيام لا تصوموا هذه الأيام ce sont les jours pour manger boire et évoquer الله و تأملوا كيف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الوجوم والفتر c'est une obligation c'est une obligation de manger aujourd'hui les séjours de Mina pour montrer la joie رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف جمع بين الأكل والشورم وهم من نعني الدنيا ce sont deux bienfaits dans ce moment de boire et manger mais ça va rester dans le delà dans le paradis tu auras toujours à boire et à manger هذا النايب موجود في الدنيا الأكل والشورم كأنه جائزة لك على عمل كوشتها on dirait c'est un prix un cadeau suite à ce travail pendant 10 jours الله te dit maintenant tu dois manger tu dois boire tu dois être 30 ans montrer la joie mais n'oubliez pas d'évoquer الله وَلَاكِلَا تَنْسَ دِكَرَ اللَّهُ وَلِذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ يَجْمَعُ اللَّهُ لَكَ بين نَعِيمِ الْأَكْلِ والشورم والتَّمَتُّعِ وَبَيْنَ نِعْمَةِ دِكْلِلَّهِ اللَّهِ الَّتِلَا تَنْقَدِ خَالِدِينَ في الْجَنَّةِ اللَّهِ إِلَّا تَنْقَدِ خَالِدِينَ et bien aujourd'hui tu manges tu bois demain après demain et le quatrième jour sans avoir la permission de jeûner هَلَا أَيَّا 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 مُفَاح وَهُلَا أَقِفُوا أَقْفَةً معكم أحباب الكرام نحن أحيانا نفهمو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بِتَارِيقَةٍ خَالَ دفع on reçoit d'une façon qui est négative le message du prophète صلى الله عليه وسلم تَنْقُرُونَ كَنَا فِي حَدِيثِ اُمْ مِعَاتِيَةَ رَبِّيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الصَّحِحَيْهَيْ cette femme compagnon qui s'appelle اُمْ مُعَاتِيَة disait que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a ordonné nous les femmes d'assister d'assister au rassemblement du jour du sacrifice les jeunes filles les femmes ou les jeunes filles qui sont prêtes à être mariées les personnes les femmes âgées les femmes mariées les femmes qui sont en état de monstru toutes ces femmes doivent aller à la mosquée ou plutôt aller au rassemblement du jour du sacrifice أمرنا تقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدود أي الشابات اللواتق ربنا سنة البلوغ وكذلك الأبكار والنساء اللواتي عليهن حتى العادة الشهرية يذهبن إلى إلى مكان اجتماع المسلمين لماذا قال صلى الله عليه وسلم كما نفلت المعاطية يشهدنا الخير ودعوة المسلمين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين حضور الناس واجتماعهم مضبنة حضور الخير والبركة من الله ومن هذه الدحوات ومن هنا بعضنا إذا سلم الإمام من خطبة العيد خرج قال لكن الخطبة ماشي وجبة puisque الخطبة نبا obligatoire d'assistir الخطبة et bien après السلام de la قير en با pourquoi parce que un jour le prophète a dit dans la prière de العيد quand il a fini il a voulu tenir le discours comme je le fais maintenant il dit aux musulmans je vais donner un discours celui qui veut assister il peut celui qui veut partir il peut alors ما نغزوانون ما قابل le message حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين و هو في بداية خطبة العيد من شاء فاليجرس ومن شاء فاليانصاري فما بعضنا يظون أنه بحرح وخارج يقول ما عنده شغل ما عليه شي بشي وهذا خطأ في الفان يا إخواني الكرام إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث النساء الحيض على حضور الخطبة ولا يصلينا ويستمعنا إلى الخطبة ويشهدنا الخير والدعاء وهن حيض لا يصلي فكيف بالرجل الذي لا ينزل يوبيه رادموحي ولي خير سواء imaginez que le السلام insiste sur le fait que les femmes en état de règles doivent venir assister assister à quoi à la prière il ne pas prier écouter à la à la à la لأن هذا الاجتماع أحباب الكرام هو اجتماع خير وبركة وأجر وثواب وذكر لله ودعوة مستجادة إن شاء الله تعالى فأسأل الله تعالى أن يمنأ قلوبنا بالإيمان وأن يطهر نفسنا وأعمالنا أسأل الله أن يصلح أولادنا ويبارك في أعمالنا وأن يطيل أعمالنا في طاعته ويحسن أعمالنا في مرضاته اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أن تخيل من زكاها أن تولدها ومولاها اللهم أصلح ذات بين المسلمين وافع النقل عن المسلمين اللهم وافع نار الحروب عن جميع بناد المسلمين اللهم إنا نسألك أن تطفئ نيران الحروب والفتن في جميع بلاد المسلمين اللهم أحفظ المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها اللهم نجح أولادنا واصل النساءنا اللهم وافقنا لكل خير اللهم اجعل خير أعمالنا خواديمها وخير أيداننا يومنا القاتل يا ذا الجلال والإكرام أحباب الكرام أيها المصلون أيها الصائمون الذين صلتهم البارحة ليغفر الله تعالى ذنوبنا وذنوبكم أحباب الكرام هذا اليوم ينبغي أن نحيي فيه بعض المعاني التي بدأنا منذ سنين نفقدها الخدمات الصلاة والخدمات البعيدة الأنفين مثل المعاني أحباب الكرام أصويفي أحباب الكرام أحباب الكرام أحباب الكرام أو إن بعض أو من يعطوق أو إيقوذ قدر أو اصبحت رجBlان الله مزيزين وإحجابん هل أنت أنت؟ يمنون أنت؟ أكون إن أصبحت رجل المصف تريد من الجزير همشان كاتون وهمون أن يمكن أنت بداية تكون على خاطة لديهم تبدا ولم يحلون سيحن كامل كامل إجوان اي من يتوقع الفترة عيدنا cheهزة نهتح frost نهتح المخالف نهتحن نهتحا نهتح الفسطين تتبع الوظلم يتبع يوغل يجب ايام هاتفي عنده الحاب يسقط التواصل بين الناس سافاصلت لكومنيكاسو الحمد لله وزالي روح اجوندوه دميليه دميليه دميسار الناس يترسلون فيما بينهم يسافت لك رسالة بروك العيد تقبال الله مننا ومن كور أعيدك مبروك عليك وعلى العائلات هذا خير كبير سعيدون بيا لكن لا كمسا أن أسأل الله تعالى أن يرحم أموات المسلمين وانيش في المرطان يا رب العالمين أسأل الله تعالى كان بيننا وانتقال إلى الدار الأخرة قبل حلول هذا العيد vous savez dans cette mosquée pas mal de personnes qui ont été parmi nous il y a quelques jours ou quelques semaines et malheureusement avant العيد ils ont déjà quitté ce monde أسأل الله أن يرحمهم ويؤلون يقبورهم كما أسأل الله تعالى لإخواننا الذين استقبلوا هذا العيد بالميران القنابل والقتل والتدميل et il y a beaucoup de populations dans certains pays musulmans qui malheureusement le jour où nous sommes nous qu'entend الحمد لله nous avons la joie nous devons avoir cette joie ils sont là en dessous des bombes en train de se faire massacrer le jour de l'île l'île en train de se faire massacrer أسأل الله أن يكون لهم ولي ونصيرا ومعيلا وظهيرا ولا تنسوا أحباب الكرام أن تحمدوا الله على النعمة التي نحن فيها يرجع الله على النعمة التي نحن فيها نحن نحن نحروج أميني وندخول أميني ونسافر أميني ونصنلي أميني أن يتبقى على النعمة التي نحن فيها لا تنسوا أحباب الكرام أن تفعله فيها هذه النعمة أسأل الله أن يدعم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتقبل الله منا ومنكم والحمد لله رب العالمين